على نفقته الخاصة السماح للموظف بإكمال دراسته العليا بموافقة من أمانة مجلس الوزراء الخبر الرابع حيث أبلغت الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء وزارة التخطيط بحق الموظف أنه إكمال دراسته العليا إذا كان يدرس على نفقته الخاصة ولا يكلف الدولة أعباء مالية كما هو موضح في الكتاب الرسمي الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الكتاب الرسمي لصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعنوا إلى وزارة التخطيط وطلبات إكمال الدراسة على خلفية ما قدم من أشخاص موظفين لكن دوائرهم ترفض أنه تعطيهم إجازة دراسية فاليوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت أنه السماح لهذه الشريحة بإكمال الدراسات العليا هذه الأمور سابقا كنا نعاني بها حقيقة وهناك الكثير من الأصدقاء الشخصيين بالنسبة لي يعني يعانون من هذه النقطة رئيس القسم يعاند خلينا نحكيها باللهجة العامية العراقية يعاند ما ينطي كتاب أو ما ينطي عدم ممانعة إلى الموظف اللي يريد يكمل دراسة بحجة أنه راح يحمل الدولة نفق مالية أو بحجة أنه إحنا محتاجين فهنا نجزم أنه هذا رئيس القسم يدري كل جزيان أنه هذا الموظف ما راح يفيده في شيء إذا بوق على حاله لكن حتما راح يبدع إذا كمل دراسة العليا لكن بصريح العبارة ليش ما ينطي عدم ممانعة لأنه يخاف على الكرسي ماله يقول لك هذا باتش العقبة يجيني دراسات عليا وأني يادوب دبلوم أو يادوب باكالوريوس مع جل احترامنا لهذه الشهادتين العريقتين يجيني وهو آني دبلوم أو باكالوريوس وهو ماجستير حتما من الناحية العلمية راح يكلف بمهام رئاسة القسم أو بمهام إدارة الدائرة بشكل عام فهذا هو السبب الرئيسي اللي يعني يكون سبب يقف وراء عدم إعطاء رئيس القسم إلى الموظف اللي موجود عنده عدم ممانعة وكان يستند على فقرة أنه يكلف الدولة عباة مالية فبسبب الطلبات الكثيرة المقدمة إلى الأمان العامة لمجلس الوزراء اتخذت هذا القرار فحين هذا القرار كان من المفترض أنه يتم إصداره قبل سنوات لأنه كثير من الموظفين يعانون من هذه النقطة ترجمة نانسي قنع